بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني الزراعي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الحشرات للصف الثاني الزراعي في الحلقات السابقة اتعرفنا وقلنا يعني ايه مادة بيولوجي وقلنا ان هي مقسمة الى مقطعين بيولوجي المادة عبارة عن علم الاحياء طيب خدنا المرات السابقة في الحلقات اللي فاتت اخدنا يعني ايه حشرة اخدنا ان الحشرة تتبع قبيلة مقط قلنا تتبع الحشرة قبيلة مفصليات الارجل طالب الشاطر اللي هيفتكر معايا كنا بنقول صف نقط صف سدسيات الارجل اخدنا في الحلقات السابقة اتكلمنا عن موقع الحشرة في المملكة الحيونية اتكلمنا عن ايه هي الاهمية الاقتصادية للحشرة وقلنا ان الاهمية الاقتصادية للحشرة بتنقسم الى اضرار ومنافع الحشرة وقلنا ان اضرار الحشرة قد تكون على الانسان على الحيوان على الحبوب والمواد المغزونة وعلى النبات وكلمنا كتير عن منافع الحشرة زي العسل ودودة الاز والكلام ده كله كلمنا في الحلقات السابقة النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض جزء شيء جدا في عالم الحشرات عايز اوضح الاول لابنائي وبناتي ان المادة عندي منقسمة الى البيولوجي منقسم الى قسمين جزء نبات بيشرحه احد الاسدزة الافاضل في تخصص النبات وقسم الحشرات اللي بقوم بشرح حلقاته معاكم المادة عندي عالم الحشرات ده عالم شيك وجميل جدا باخد النهاردة منه الباب التاني وهو الشكل الخارجي والتشريح الداخلي في الحشرة الشكل الخارجي والتشريح الداخلي في الحشرة انا بدرس الجزء ده ليه باخده عشان اعرف في ايه عشان عشان الطالب باخده عشان ان الطالب يتعرف على الشكل الخارجي للحشرة ان الطالب يعرف ايه هو شكل الحشر الخارجي وتركيب جدار جسم الحشرة من ايه يعرف يميز بين مناطق جسم الحشرة ودي قلناها الحلقة السابقة وهنقولها النهاردة ان شاء الله برضو يعرف ازاي يميز بين اوضاع الرأس بالنسبة للحشرات يعرف معايا برضو ازاي يعرف يعني ايه اجزاء فم ارجل اجنحة اعين الكلام ده كله هناخده بالتفصيل في الباب ده ان شاء الله هنبدأ النهاردة في الشكل الظاهري ومناطق الجسم في الحشرة اول حاجة بيقول لي ايه هو تركيب مناطق الشكل الظاهري ومناطق الجسم الحشرة حد يعرف يقول لي اولاد جدار جسم الحشرة بيتركب من ايه جدار جسم الحشرة ده بيتركب من ثلاث حاجات مهمين جدا الحاجة الاولى بقول على الكيوتكل اسمها ايه اولاد الكيوتكل اتنين البشرة الداخلية تلاتة الغشاء القاعدي يبقى لو جيه قال في الامتحان اكمل ما يأتي يتركب جدار جسم الحشرة من نقط ونقط ونقط جدار جسم الحشرة عندي بيتركب من ثلاث مناطق الكيوتكل اللي بسميه الجليد اتنين البشرة الداخلية تلاتة الغشاء القاعدي هتعالوا مع بعض نشوف اول حاجة هتقابلني وهي طبقة الكيوتكل وهي طبقة الكيوتكل الطبقة دي هي الطبقة الخارجية لغطاء الجسم هي الطبقة الخارجية لغطاء الجسم والارجل والاجنحة وتفرزها خلايا البشرة الداخلية لما يجي يقول لي ايه هو الكيوتكل اقول له ان الكيوتكل هو الطبقة الخارجية لغطاء ميل الجسم والارجل والاجنحة وتفرزها خلايا نقط تفرزها خلايا البشرة الداخلية يبقى اول منطقة هتقابلني وهي منطقة الكيوتكل الطلب الشاطر يقول لي ايه هي طبقة الكيوتكل اقول له هي الطبقة الخارجية لغطاء الجسم هي الطبقة الخارجية لغطاء الجسم والارجل والاجنحة وتفرزها خلايا نقط اقول له البشرة الداخلية يعني ممكن هنا يجي لي اكمل الكيوتكل هو الطبقة النقط التي تغطي نقط هي الطبقة الخارجية التي تغطي الجسم والارجل والاجنحة بتفرزها خلايا طبقة نقط وهي البشرة الداخلية بيتركب عند الكيوتكل من ثلاث طبقات ايه هي الثلاث طبقات واحد زي ما احنا شايفين بشرة الكيوتكل بشرة الكيوتكل اما يجي يقول لي ايه هي بشرة الكيوتكل دي اللي هي فوق دي هي طبقة رقيقة جدا غير منفزة للماء المركبات اللي فيها اللي بتكونها بتكون غير منفزة للماء المركبات اللي فيها اللي بتكونها غير منفزة للماء طب ايه طبقة الكيوتكل الخارجية بقول هي تالي الطبقة اللي هي مين بشرة الكيوتكل اللي هي الطبقة السابقة وهي أسمك منها وتحتوي على القيتين والبروتين وتحتوي على المواد الملونة التي تلون الحشرة علم الحشرات علم شيء جدا لو جينا هتمينا بدراسته وذاكرناه هللاقيك بتذكر غصب عنك يعني بيقول لي يتركب جدار جسم الحشرة من ثلاث حاجات الطالب الشاطر هيفكرني بيهم اللي هم واحد الكيوتكل اتنين البشرة الداخلية رقم تلاتة الغشاء القاعدي بناخد كل طبقة أو كل منطقة وبنقول واحد خدنا أول حاجة الكيوتكل الكيوتكل هو الطبقة يا أولاد الخارجية هو الطبقة الخارجية لغطاء الجسم والأرجل والأجنحة بتفرزها خلايا إيه البشرة الداخلية طيب ايه هي تركيب الكيوتكل نفسه بيتركب من ثلاث حاجات بشرة الكيوتكل الكيوتكل الخارجية الكيوتكل الداخلية خدنا أول حاجة وقلنا بشرة الكيوتكل طبقة رقيقة جدا بتتكون من مادتين المادتين دول غير منفزين للماء طيب رقم اتنين أو به الكيوتكل الخارجية بتالت طبقة السابقة اللي يطلب طبقة البشرة وهي أسمك منها وتحتوي على الكيوتكل والبروتين وتحتوي على المواد الملونة التي تلون الحشرة وهذه الطبقة تقاوم سائل الانسلاخ نحط تحتها شرطة لو جي قال لي وظيف الطبقة الكيوتكل الخارجية يقول له ايه أنا سمع أولادي بيقولهم بتقاوم سائل الانسلاخ وتحمل الحراشيف والشعر والأشواك إذا تقاوم الطبقة الكيوتكل الخارجية تقاوم سائل الانسلاخ وتحمل الحراشيف والشعر والأشواك رقم جيم الكيوتيكل الداخلية وهي أسمك الطبقات المكونة للكيوتيكل وتحتوي على الكايتين والبروتين برضو يتخلى لها قنوات صغيرة تمر منها إفرازات الغدد في البشرة الداخلية يبقى أنا كده خدت أول منطقة اللي هي منطقة جدار الجسم الكيوتيكل اللي هو الجليد وقلت بيتركب من ثلاث حاجات الطالب الشاطر اللي هيبقى معي فيهم واحد بشرة الكيوتيكل اتنين الكيوتيكل الخارجية ثلاثة الكيوتيكل الداخلية قلنا بيتركب من ثلاث طبقات من الخارج إلى الداخل قلنا الطبقة الخارجية هي اللي بتكون الغطاء بتاع الجسم والأرجل والأجنح وده شكل بيوضح تركيب جدار الجسم زي ما احنا شايفين طيب النقطة اللي بعد كده البشرة الداخلية أنا كده خلصت إيه طبقة الكيوتيكل اللي هي الجليد طيب البشرة الداخلية الطالب الشاطر يقول لي أنا كنت بقول إيه في البشرة الداخلية قلت إن طبقة الكيوتيكل اللي بيفرزها البشرة الداخلية ودي هناخدها في وظائف البشرة دلوقتي طيب ايه هي البشرة الداخلية هي طبقة واحدة من الخلايا طبقة واحدة من الخلايا تحتوي احيانا على مواد ملونة تحتوي احيانا على مواد ملونة وهي تكون جدار الجسم من الخارج والطبقة الطلاقية المبطنة للقناة الهضمية في الجزء الامامي والخلفي والقصبة الهوائي لما هنيجي هنشرح الجهاز الهضمي بعد كده ان شاء الله في حشرة السرصور هنقول ان البشرة الداخلية بتكون الطبقة الطلاقية المبطنة للقناة الهضمية في الجزء الامامي والخلفي والقصبة الهوائي ايه وهي وظيفة البشرة انا قلت واحدة منها في اللي انا شرحتهم من دلوقتي قلت ان الكيوتك اللي هي الطبقة الخارجية لغطاء الجسم والارجل والاجنحة واللي بيفرزها مين بيفرزها طبقة البشرة الداخلي يبقى واحد من غير مذاكر اقول تفرز الجزء الاكبر من الجليد تفرز الجزء الاكبر من الجليد ممكن انسى الكلمة دي اقول تفرز الجزء الاكبر من الكيوتك اللي اتنين بتفرز الغشاء القاعدي اللي انا لسه هقوله دلوقتي يبقى طبقة البشرة الداخلية بتفرز عندي حكتين الكيوتكين وتفرز عندي الغشاء القاعدة تفرز ساء الانسلاح وعملية الانسلاح عملية مهمة جدا هناخدها بالتفصيل في وقتها عملية الانسلاح هناخدها بالتفصيل في الوقت بتاعها طيب بتساعد على التقام الجروح بتاع الحشرة بتساعد على التقام الجروح يبقى وظائف البشرة الداخلية رقم واحد تفرز الجزء الاكبر من الجوليد من غير مذاكر لان انا لسه شرحها دلوقتي اتنين تفرز الغشاء القاعدة اللي انا لسه هقوله دلوقتي تلاتة تفرز ساء الانسلاح وتساعد على التقام الاجنح ننتقل لنقطة اخرى في الدارس وزا ما احنا وضحنا الكلام ده بيوضح تركيب جدار الجسم في الحشرة قلنا واحد الجوليد اللي انا بسميه ايه؟ ها عايز اسمعها الكيوتكل اتنين البشرة الداخلية رقم تلاتة الغشاء القاعدة خدنا الجوليد وخدنا البشرة الداخلية ننتقل الى الغشاء القاعدة الغشاء القاعدة يا ولاد غشاء رقيق جدا غشاء رقيق جدا مين اللي بيفرزه؟ طلب الشطر هيقول لي البشرة الداخلية اللي بيفرز الغشاء القاعدة من يا ولاد البشرة الداخلية بيرى بصعوبة بيغطي الجهة السفلية للبشرة الداخلية بيغطي الجهة السفلية للبشرة الداخلية خدنا كده تركيب جدار الجسم وقلنا يتركب جدار الجسم للطلب اللي قاعدة معايا الشطار اللي بيسمعون الوقت من 3 مناطق حد يقولهم لي من 3 طبقات واحد الكيوتوكل اللي انا بسميه الجليد رقم 2 البشرة الداخلية رقم 3 الغشاء القاعد هنتنقل لنقطة تانية اذكر فوائد جدار الجسم الخارجي ودي جات في سنة في الامتحاد اذكر فوائد جدار الجسم الخارجي حد يقول لي ايه جدار الجسم الخارجي فوائده ايه رقم 1 وقاية الاعضاء الداخلية الرخوة من المؤسرات الخارجية مش محتاجة مذاكرة ولادي هيقولولي رقم 1 عايز اسمعها وقاية الاعضاء الداخلية الرخوة من المؤسرات الخارجية اتنين بتمنع تبخر الماء من جسم الحشرة وحمايتها من الجفاف لان الحشرة اذا اصيبت بالجفاف بتموت فالطبقة دي اللي هي جدار الجسم الخارجي بيمنع تبخر الماء من جسم الحشرة رقم 3 استلام المؤسرات الخارجية عن طريق اعضاء الحس المرتبطة بجدار الجسم ولسه هنقول اعضاء الحس دي بالتفصيل وزي العيون واعضاء الشم واللمس طيب هنتنقل لنقطة جميلة قوي 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 وتكلمنا عنها قبل كده مناطق جسم الحشرة انا عايزة ولادي يفكروني دلوقتي ان انا شرحت وفرقت بين مناطق الجسم وعدد حلقات الجسم الطالب الشاطر هيقول ان احنا قلنا ان عدد حلقات جسم الحشرة الاجمالي عشرين حلقة عدد حلقات جسم الحشرة عشرين حلقة طيب عدد مناطق جسم الحشرة رأس صدر بطن نقولهم تاني رأس صدر بطن قلنا المنطقة الاولى اللي بتقابلني من جسم الحشرة ايه انا عايزة حد يفكرني بيها قلنا الرأس ودي هنبدأ ناخد فيها النهاردة زويدها بالتفصيل قلنا المنطقة التانية المحصورة ما بين الرأس والبطن تسمى منطقة نقط تسمى منطقة الصدر عدد حلقاتها نقط عدد حلقاتها تلت حلقات انا سبت منطقة الرأس عشان هرجع لها عشان هي اساس حلقتنا النهاردة لكن منطقة الصدر بقول معلومة صغيرة عنها ان هي تعتبر المنطقة الثانية من جسم الحشرة وتتركب من ثلاث حلقات تحمل زوائد نقط ونقط ودي قلنا ان بيجي فيها سؤال علل تحمل زوائد الارجل والاجنحة عشان كده بيجي يقول لي علل لما يأتي تعتبر منطقة الصدر هي منطقة الحرقة والاتزان في الحشرة الطالب الشاطر بتاعها هيقول لي لانها تحمل الارجل والاجنحة ودي ان شاء الله في الحلقات القادمة هنشرحها بالتفصيل نمزل لتالت منطقة وهي منطقة البطن اللي قلنا عدد حلقاتها كام حداشر حلقة حداشر حلقة يبقى منطقة الثالثة من جسم الحشرة هي منطقة ايه؟ البطن عدد حلقاتها حداشر حلقة بتحمل زوائد تناسلية وزوائد لا تناسلية طيب ايه هي الزوائد التناسلية وحنا اتكلمنا عنها كذكر قبل كده قلنا قالت السفات في الزكر وقالت وضع البيض في الانسة طيب ايه هي الزوائد اللاتناسلية التي تحملها الحشرة على الحلقة البطنية رقم 11 بقول عليها الكرون الشراجية ودي هناخدها منفصلة باذن الله طيب هنتنقل ليه منطقة الرأس هبدأ ااخد اول حاجة وهي منطقة الرأس منطقة الرأس الطالب الشاطر هيفكرني ان احنا قلنا ان منطقة الرأس يا المنطقة الاولى من جسم الحشرة عدد حلقاتها كام ست صفايح ملتحمة ست صفايح ملتحمة يعني في منطقة الرأس والصدر والبطن ممكن اعد الحلقات اقول ان الصدر 3 حلقات اقول ان البطن 11 حلقة لكن عندي في منطقة الرأس ملتحمين او مندمجين لو قلت مندمجين صح ملتحمين صح طيب ليه هم ملتحمين احنا عارفين ان في منطقة الرأس هلاقي اجزاء الفم اجزاء الفم عايزة عضلات قوية تحركها فعشان كده اندمجت حلقات الرأس اندمجت حلقات الرأس يبقى اول منطقة هتقابلني وهنبدأ نشرحها وهي منطقة الرأس عدد حلقاتها كام عايزة حد يفكرني بيها ست حلقات ولكن مندمجين او ملتحمين طيب اذكر الزوائد التي تحملها منطقة الرأس واحد زوج من كرون الاستشعار ودي اللي هندرسها النهاردة ان شاء الله وهنقول يعني ايه كرن استشعار ومكان وجوده فين بالزبط وازاي بيتحور عشان يلائم المعيشة بتاعته او الوظيفة بتاعته هننتقل لتاني منطقة وهي اللي تاني زائدة وهي زائدة زوائد الاعين قلنا ان بتحمل الحشرة زوج من العيون المركبة وعدد من البسيطة زوج من العيون المركبة وعدد من البسيطة تلاتة اجزاء فم يبقى لما يجي في الامتحان يقولي تعتبر منطقة الرأس هي المنطقة نقطة من جسم الحشرة هي المنطقة الاولى من جسم الحشرة عدد حلقاتها نقط ستة حلقات ولكن مندمجين او ملتحمين رقم تلاتة رقم اتنين هلاقي الزوائد التي تحملها منطقة الرأس نقط ونقط ونقط زوج من كرون الاستشعار اتنين زوج من العيون المركبة وعدد من العيون البسيطة رقم تلاتة هلاقي اجزاء الفم طيب نتنقل بعد كده ليه هناخد اول حاجة ده بيمسلي صندوق الرأس زا ما احنا شايفين بيحمل كرون الاستشعار اهيه واضحة جدا وهنقول اشكالها وانواعها ووظفتها حالا هيحمل الاعين زوج من الاعين المركبة وعدد من البسيطة هيحمل اجزاء الفم اللي هناخدها في درس لوحد هنيجي فيه سؤال بيقول لي تأسيم الحشرات تبعا لمحورها الطولي ووضع اجزاء الفم تأسيم الحشرات تبعا لمحورها الطولي ووضع اجزاء الفم رقم واحد هنقول رأس ذات أوضاع فم سفلية الوضع رأس ذات أوضاع فم سفلية الوضع وده مهمة جدا اما يجي يقول لي يعني ايه رأس ذات أوضاع فم سفلية الوضع يعني ايه فم وسفل الوضع ان بيكون فيه المحور الطولي اها المحور الطولي للرأس عمودي على المحور الطولي للجسم المحور الطولي للرأس عمودي على المحور الطولي للجسم وده بيشكل بيوضح الوضع العمودي الوضع العمودي اللي هو اللي بنقول اجزاء فم سفلية بلاقي فيها ايه بلاقي ان المحور الطولي للرأس عمودي على المحور الطولي للجسم دي محتاجة مذكرة المحور الطولي للرأس عمودي على المحور الطولي للجسم اجزاء الفم فيها متجهل اسفل عشان كده سمتها سفلية الوضع اجزاء الفم فيها متجهة الى اسفل عشان كده سمتها سفلية الوضع ودي زي حشرة الجراد والزبابة المنزلية يبقى لما يجي يقول لي أجزاء الفم أو الوضع بتاع أجزاء الفم في الجراد والزبابة المنزلية أقول له سفلية الوضع سفلية الوضع ودي زي الجراد والزبابة المنزلية نتنين لنقطة تانية وهي أجزاء الفم أمامية الوضع أمامية الوضع المحور الطولي للرأس بيكون على امتداد المحور الطولي للجسم وتكون اجزاء الفم ممتدة للامام لكن في السفلية كانت اجزاء الفم متجهة الى اسفل يبقى السفلية زي مين الجراد والزباب المنزلية طيب الامامية زي السوس بنقول ان بتكون فيها اجزاء الفم ممتدة للامام تعالوا الرقم 3 اجزاء الفم بطنية الوضع بتنحن الرأس للخلف على السطح البطني للحشرة وتوجد اجزاء الفم بين الزوج الامامي من الارجل توجد حتة دي لازم نركز فيها كويس قوي ان اجزاء الفم بتوجد بين الزوج الامامي من الارجل وده زي المن والبق الدقيقي المن والبق الدقيقي ده شكل بيوضح لي الوضع العمودي اللي احنا قلنا ان اجزاء الفم بفيه بتكون سفلية الوضع ده بيوضح لي الافقي ان بتكون فيه اجزاء الفم على امتداد المحور الطولي للجسم وتكون اجزاء الفم فيه ممتدة للامام رقم تلاتة اجزاء اجزاء الفم الوضع البطن المائل الوضع البطن التالت وهو المائل زي ما احنا شايفين بيكون فيه اجزاء الفم توجد بين الزوج الامامي من الارجل طيب هنتنقل لنقطة تانية هناخد حاجة مهمة جدا حد يفكرني بيها قلنا ان زوائد الرأس عندي بتلات حاجات واحد كرون الاستشعار انا عن نفسي بسميها شنبات الصرصور عارفين الصرصور اللي احنا بنخاف منه كلنا وبنجري منه اللي حافز هيبته بيننا ده لو جيت شوف الصرصور وهو بيمشي تلاقي فيه حاجة طلعة منه كده بسميها قرون الاستشعار كرون الاستشعار ما كان وجود كرون الاستشعار فين دي الاول خالص انا عايز اقول ان المنطقة الاولى من جسم الحشرة دي الرأس بتحتوي على كم حلقة ستة حلقات ملتحمين او بسميهم مندمجين وقلنا سبب ان هما مندمجين ايه ايه الزوائد واحد زوج من كرون الاستشعار اجزاء فم واعين مركبة واعين بسيطة هناخد رقم واحد زوائد الرأس كرون الاستشعار كرون الاستشعار درس جميل اوي اولاد وشيك ان احنا نعرف ايه هي كرون الاستشعار لو جينا نبص مسيكنا حشرة الصرصور مثلا ودي نادر اول ان حد فين هيمسكها كلنا بنخاف منها عامل لنفس وضع وهي برايبة بيننا الصرصور بلاقي ان بين العيون المركبة بتاعة الصرصور بيوجد زوج من الزوائد بسميه كرون الاستشعار كرون الاستشعار لو جي قال لي ايه هي كرون الاستشعار بقوله تحمل الرأس زوج من الكرون بين العيون المركبة بيختلف شكلها حسب الوظيفة التي يؤديها مش كل شكل الكرون الاستشعار واحدة لا ده بتختلف حسب الوظيفة اللي بتؤديها بتختلف حسب الوظيفة التي تؤديها يبقى كرون الاستشعار هو زوج من الزوائد الموجودة بين العيون المركبة طيب حد يعرف يقول لي ايه هي وظائف كرون الاستشعار مهمة جدا وظائف كرون الاستشعار واحد حشرة زي الجراط كرون الاستشعار بيعمل فيها ايه واحد الاحساس بالحرارة يبقى لو جي قال لي اذكر وظائف كرون الاستشعار هقول له رقم واحد الاحساس بالحرارة ودي زي حشرة الجراط الاحساس بالحرارة مثل الجراط رقم اتنين شوفنا النمل يا ولاده هو ماشي فيه اسراب مفيش واحد بيمشي في مكان تاني لا كله ماشي في صفه واحد النمل ده بيتفاهم عن طريق كرون الاستشعار يبقى التفاهم عن طريق كرون الاستشعار مثل النمل يبقى قال لي ما هي وظائف كرون الاستشعار رقم واحد الاحساس بالحرارة كما في الجراط رقم اتنين اداة او وسيلة للتفاهم كما في النمل كلنا بنبقى شايفين النمل هو ماشي بحس ان هو ماشي في سرب او ماشي في صفه مفيش واحدة بتطلع منه ليه لان فيه وسيلة للتفاهم اللي هي كرون الاستشعار يبقى وظائف كرون الاستشعار واحد اداة للحس بالحرارة كما في الجراط ممكن تيجي اكمل يسهل علينا الموضوع خالص ونقول وظيفة كرون الاستشعار في الجراط نقط اقول له ايه الاحساس بالحرارة الاحساس بالحرارة رقم اتنين الشام عارفين الزباب بيشم بكرون الاستشعار بيشم بكرون الاستشعار رقم ثلاثة التنفس التنفس زي الخنافس المائية بتتنفس بكرون الاستشعار اداة او وسيلة للتفاهم زي ما اتكلمنا عن النمر بتحمل اعضاء للسامع كما في البعود يحمل اعضاء للشم والتزوج كما في نحل العسل نراجع مع بعض النقطة دي تاني لانها مهمة وبتيجي في الامتحان بقول لي يعني ايه كرون الاستشعار كرون الاستشعار ده زوج من الزوائد الحسية اللي موجودة فين بين العيون المركبة زوج من الزوائد التي توجد بين العيون المركبة بيختلف شكلها ووظيفتها على حسب بيختلف الشكل على حسب الوظيفة اللي هيؤديها ايه يا وظائف كرون الاستشعار رقم واحد الاحساس بالحرارة بيحس اذا كانت الدنيا باردة او حرق عن طريق القرن الاستشعار ودي زي حشرة الجراب اتنين بقول الشم دي زي الزباب رقم تلاتة التنفس زي الخنافس المائية رقم اربعة تفاهم زي النمل رقم خمسة تحمل اعضاء للسمع ودي زي البعود بيسمع بيها النقطة الاخيرة تحمل اعضاء للشم والتزوج كما في نحل العسل طيب نتنقل لنقطة تانية وهي تركيب كرن الاستشعار حد شاطر يعرف يقول لي مما يتركب كرن الاستشعار كرن الاستشعار عندي هيتركب من ثلاث مناطق اصل عزق شمروخ اصل عزق شمروخ الشمروخ ده ممكن اسميه الصوت ممكن اسميه الصوت يبقى يتركب عندي كرن الاستشعار ممكن يجي سهلي بدل ما يقول له ارسم كرن الاستشعار يقول لي يتركب كرن الاستشعار من ثلاث مناطق او من نقط ونقط ونقط اصل عزق شمروخ او بسميه الصوت يبقى يتركب عندي كرن الاستشعار من الاصل من العزق من الشمروخ وده بسميه الصوت او الشمروخ زي ما احنا شايفين هنلاقي دي نقطة كرن الاستشعار بنطلع فوق النقطة مباشرة بنلاقي الاصل وده في معظم الحالات بيكون حلقة واحدة نطلع فوق نلاقي العزق هو حلقة وصل ما بين الاصل والشمروخ زي ما احنا شايفينها الشمروخ عندي او الصوت هو المنطقة دي كلها التي تحدد شكل كرن الاستشعار بيحدد عندي شكل كرن الاستشعار يعني ما اجا اقول كرن استشعار شعري او قيطي او زي ما هنقولي الوقتي بلاقي ان اللي بيختلف عندي الصوت حلقات الصوت بيبقى شكلها ايه طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي تركيب كرن الاستشعار قلنا تلات مناطق اصل عزق صوت اصل عزق صوت ناخد ننتقل نقطة تانية وهي انواع كرون الاستشعار انواع كرون الاستشعار احنا قلنا ان كرن الاستشعار بيتحور على حسب الوظيفة اللي هيؤديها سواء كان احساس بالحرارة سواء كان هيتفاهم بيها زي النام سواء كان هيسمع بيها هيشمي بيها هيعمل بيها هيشمي ويتزوج زي نحن العسم طيب انواع كرون الاستشعار واحد كرن الاستشعار الشعري كرن استشعار شعري طيب انا عايز اقول ان اللي هيختلف عندي في شكل كرن الاستشعار في معظم تحورات كرون الاستشعار هلاقيه شكل الصوت او الشمروخ اللي احنا اتكلمنا عن لان احنا قلنا ان كرن الاستشعار بيتركب عندي من ثلاث مناطق الاصل العزق الشمروخ او الصوت وهو الذي يحدد شكل كرن الاستشعار طيب كرن الاستشعار الشعري حد بقى يا ولاد ما يعرفش الشعرية بتاعتنا لو جينا نشوفها كده شكلها ايه هلاقي ان كرن الاستشعار الشعري بتصطدق عقل كرن الاستشعار كلما اتجهنا ناحية قمة الشمروخ لان لو جينا نمسك الشعرية ما بلاقيهاش كلها سنك واحد بنلاقيها بتيجي للاخر كده ناحية قمة الشمروخ وبتبقى رفيعة هو ده اللي انا بقول عليه كرن استشعار شعري كرن استشعار شعري كلما اتجهنا ناحية كرن كمة كمة الشمروخ كما في السرسوري الامريكي بلاقيها استضقت ورفعت بلاقيها رفيعة يبقى اول حاجة قرن ممكن يجي يقول لي اه اسكر قرن الاستشعار في السرسوري الامريكي الطالب الشاطر يقول لي اسمه ايه قرن استشعار شعري يبقى هيجي بصورة مباشرة يقول لي اما يجي يقول لي ارسم قرن الاستشعار الشعري او يجي يقول لي قرن الاستشعار اسكر اه نوع قرن الاستشعار في السرسوري الامريكي اقول له ايه الشاطر اللي هيقول لي هيقول لي ان نوع قرن الاستشعار هنا بقول عليه شعري بتيجي الكل ما نتجه لكمة الشمروخ هنلاقيها استضقت يعني رفعت بالمعنى الفلاحي بتاعنا يعني رفعت شوية يبقى قرن الاستشعار الشعري بتستضيق عقل قرن الاستشعار كلما اتجهنا ناحية كمة الشمروخ كما في الصرصور الامريكي رقم اتنين قرن الاستشعار الخيطي الطالب ولا الطالبة الشطرة هتقول لي قرن الاستشعار الخيطي ايه اللي هلاقي فيها هو انا لو مسكت فتلة الخيط هلاقيها كلها زي بعضها ولا لاقي فيها حتة سميكة وحتة رفيعة بلاقي قرن الاستشعار كله سمك واحد بتتساوى فيه عقل قرن الاستشعار في الحجم والسمك. ودي مش محتاجة مذكرة. خيطي. افتكر فطلة الخيط اللي احنا بنخيط بها في البيت واقول قرن الاستشعار الخيطي. بتتساوى فيها عقل قرن الاستشعار في الحجم والسمك كما في الجراد. يبقى لو جي قال لي اسكر نوع قرن الاستشعار في الجراد. اقول له ايه? خيطي. طب لو قال اسكر نوع قرن الاستشعار في الصرصور الامريكي اقول له شعري. يبقى احنا الوقتي خبنا الشعري. وقلنا ان هو بيستدق كلما اتجهنا الى قمة الشمروق. ودي زي الصرصور. قلنا رقم اتنين خيطي زي الجراد. بلاقي ان اللي بتتساوى فيه العقل. افتكروا او يا ولاد الفتلة بتاعتنا اللي بنخيط بيها. رقم تلاتة عقدي زي شغالة النمل الابيض. شغالة النمل الابيض. بلاقي فيه ان قرن الاستشعار يشبه العقد. واحنا بنرسمها عالصبورة بتبقى واضحة جدا ان قرن الاستشعار وهنشوف الوقتي يشبه العقد. يبقى انا خدت تلات حاجات لحد الوقتي من اشكال او انواع قرون الاستشعار حد يفكرني بيهم قبل ما تنقل للانواع التانية. رقم واحد خيطي. او ناخد الاول الشعري. زي ما احنا شرحناه. بقول ان الشعري فيه. قرن الاستشعار بتيجي العقلة بتاعته. كلما اتجهنا ناحية الشمروخ بتستدق. من من الشعرة. من اسم من الشعرية بتاعتنا. رقم اتنين. قرن الاستشعار خيطي. بتتساوى فيه. عقل. قرن الاستشعار في الحجم والسمكة. افتكر كده. ان فتلة الخيط ما بلايش فيها حتة سمكة وحطها الفيعة. لا ده كلها زي بعضها. رقم تلاتة. العقل دي. افتكروا من العقد. ان عقل قرن الاستشعار فيه تشبه العقد الى حد كبير. ودي زي النمل الاضيض. نيجي القرن الاستشعار اللي بعد كده سولجاني. والقرن ده جميل جدا ورسمته جميلة جدا زي ما هنشوف هالوقتي. بلاقي ان بتتضخم فيه عقل قرن الاستشعار. كلما اتجهنا ناحية الطرف. طرف الشمروخ كما في ابو دقيق. مكونة ما يشبه السولجان. بلاقي حتة في طرف العقل الشمروخ متضخمة تشبه السولجان. تشبه عشان كده جي تسميته تقرن استشعار سولجاني كما في حشرة ابو دقيق. بيمكن يجي سؤال في الامتحان يقول لي اسكر نوع قرن الاستشعار في ابو دقيق. ودي فيه مقارنة هنقولها فيما بعد بين الفراشات وابو دقيق ما بين. كرون الاستشعار ما بين اجزاء الفم وهناخد فيه حاجات كتير بعد كده. يبقى اجزاء الفم ما عندي فيه اه ابو دقيق بقول عليه يا ولاد سولجاني. بقول عليه سولجاني. يبقى لو جي في الامتحان قال لي اكمل كرن الاستشعار في حشرة ابو دقيق نقط. اقول له ايه سولجاني. لان بتيجي العقلة تتضخم كلما اتجهنا ناحية الطرف وتكون ما يشبه الصولجان. تكون ما يشبه الصولجان. كرن استشعار رأسي. كرن استشعار رأسي بتتضخم العقلة الطرفية للشمروخ بتشبه رأس الدبوس. عارفيني اولاد الدبوس اللي احنا بنحطه في الطرحة بتاعتنا البنات اللي يعرفوا الكلام ده. بنقول ان بتتضخم العقلة الطرفية للشمروخ تشبه رأس الدبوس ودي زي خنفساء النقرابية. كرن استشعار ورقي. كرن استشعار ورقي. بتتفرتح العقلة الطرفية للشمروخ لتصبح على شكل ورايقات. ودي زي حشرة الجعال. هنتنجل لنقطة تانية كرن استشعار مشتي. لأ المشتي ده بقى سهل جدا. وحنفتكر كلنا. بس في نقطة انا هستخدمها في المشتي هتنفعني آآ في سؤال هقوله في نهاية الحلقة بازن الله. ياريت كلنا ناخد بالنا ونفرق بين المشتي وبين المشتي المضاعف. عشان ده سؤال هجيلي في اخر الحلقة. المشتي كرن الاستشعار المشتي. نقرأ مع بعضه ونشوفه عشان هاجي افرق ما بين كرن الاستشعار المشتي والمشتي المضاعف. كرن الاستشعار المشتي بتخرج من كل حلقة زائدة طويلة من جانب واحد. من جانب واحد. ده زي اناس فراشة الدودة القرضة. اناس فراشة الدودة القرضة. يبقى لما يجي. كرن الاستشعار مشتي وهقوله دلوقتي. سؤال في اخر الحلقة مهم. كرن الاستشعار المشتي من مشتي عادي ومشتي مضاعف. مشت العادي زي اناس فراشة الدودة القرضة. خدوا لكم عشان الزكر هيبقى في نوع تاني الزكر هلاقي في نوع تاني يبقى عندي كرن الاستشعار المشتي ازا كان انسة بسميه مشتي طب ازا كان زكر بسميه مشتي مضاعف مشتي مضاعف يبقى عندي كرن الاستشعار المشتي تخرج من كل عقلة زائدة طولية من جانب واحد كما في اناس فراشة الدودة القردة ونحط تحت كلمة اناس دي مليون شرطة عشان اعوزها كرن الاستشعار المشت المضاعف احنا كنا بنقول في المشتي ان كل عقلة بيطلع منها زائدة واحدة جانبية طولية لا كرن الاستشعار المشت المضاعف هيخرج من عندي الزوائد من الجانبين كما في زكور فراشة الدودة القردة وهسيب النقطة دي بس هرجع لها تاني الطالب الشاطر يخليه فاكر ان احنا قلنا ان الكرن الاستشعار المشتي بيوجد في الانسة والمشت المضاعف بيوجد في الزكر عشان انا هسأل سؤال والشاطر اللي هياجبنا عليه يبقى عند الدودة القردة ازا كانت انسة كرن الاستشعار بتاعها مشتي طيب ازا كانت ذكر مشتي مضاعف وهنقول السؤال هيكون ازاي دلوقتي قرن استشعار منشاري عارفين اسنان المنشار عشان كده سميتها بيه ايه هي بقى بتظهر عقل الشمروخ كنتوقات مسلسة الشكل تشبه المنشار نتوقات مسلسة الشكل تتجه حافتها نحو جانب واحد من قرن الاستشعار كما في حشرة فرق اعلوز حشرة فرق اعلوز حشرة جميلة جدا ومش هننساها يبقى لو جيه قال لي اذكر نوع قرن الاستشعار في حشرة فرق اعلوز اقول له ايه قرن استشعار منشاري وقلت ليه سميته منشاري لان بيطلع فيه نتوقات مسلسة الشكل تتجه حافتها نحو جانب واحد من قرن الاستشعار يبقى حشرة فرق اعلوز القرن الاستشعار بتاعها ايه اولاد قرن الاستشعار بسميه منشاري بسميه منشاري عشان لو جات لي في الامتاحها طيب قرن استشعار اريستي قرن استشعار اريستي بيتكون الشمروخ من عقلة واحدة يتكون الشمروخ من عقلة واحدة يخرج منها جانبا زائدة رفيعة عليها اهداب تسمى اريستا عشان كده اسميته ايه قرن استشعار اريستي بيتكون الشمروخ من عقلة واحدة يخرج منها جانبا زائدة رفيعة عليها اهداب طويلة تسمى اريستا زي الحشر الكاملة في الزباب مثلا يبقى لو جاء اللي الزبابة الزباب الحشر الكاملة بتاعته اجزاف قرن الاستشعار اسمه ايه اريستي يبقى انا خدت انواع قرن الاستشعار رقم واحد خدت اه شعري وقلت ليه سميته شعري وزي حشرة ايه خدت خيتي خدت سولجاني خدت اريستي خدت مشتي سواء كان مشتي عادة او مشت مزدوج وهعوزه دلوقتي هننتنين لنقطة تانية وهو قرن الاستشعار المرفاقي قرن الاستشعار يعني دائما بشبهه وانا برسمه بيكون شكل مرفاقي ازاي بتستطيل عقلة العزق وتعمل مع بقية العقل زاوية تتحرك عندها قاعدة الشمروخ ودي زي ضبور البلح يبقى لو جي قال لي اسكر قرن الاستشعار في ضبور البلح اقول له مرفاقي ان عقل تستطيل عقلة العزق وتعمل مع بقية العقل زاوية بتتحرك عندها قاعدة الشمروخ ودي زي ضبور البلع قرن استشعار مرفقي سولجاني يبقى هيضم الاتنين انها تستطيل فيه قاعدة العزق وفي نفس الوقت هتتضخم نهاية الشمروخ مكونة ما يشبه السولجان كلما اتجهنا للطرق طيب قرن استشعار المرفقي السولجاني بتستطيل قاعدة العزق لتعمل زاوية مع بقية الشمروخ كما تتضخم عقل الشمروخ تدريجيا كلما اتجهنا للطرف كما في انواع السوس يبقى السوس بيدم عندي قرنين استشعار مرفقي سولجاني مرفقي سولجاني المرفقي احنا قلنا بتستطيل فيه عقلة العزق وتعمل زاوية مع عقل الشمروخ وكمان سولجاني لان تتضخم عقل الشمروخ تدريجيا كلما اتجهنا للطرف كما في السوس حتة جميلة جدا وهضيفها لنقطة انا قلتها قبل كده كرن استشعار ريشي بسيط وريشي مضاعف تفكرني بالمشتي اللي انا قلت نحط تحتها مليون سطر تفكرني بالمشتي ايه هو بقى كرن الاستشعار الريشي البسيط زي انسى البعودة المنزلية انسى البعودة المنزلية كرن الاستشعار الريشي المضاعف زي ذكر البعودة المنزلية يبقى عندي هنا انا اذكر بيكون قرن الاستشعار فيه ريشي اه قرن استشعار ريشي بسيط وقرن استشعار ريشي مضاعف طيب يبقى انا اتكلمت عن اه حاجة مهمة جدا النهاردة وبدأت فيها بدأت ااخد الشكل الظاهري للحشرة وبدأت ابدأ في التركيب بتاع الزوائد اللي موجودة في جسم الحشرة اه فبدأنا في منطقة الرأس قلنا ان منطقة الرأس هي المنطقة الاولى من جسم الحشرة اه بتحمل زوائد نقط ونقط ونقط قلنا تحمل زوائد زوج من القرون الاستشعار اه زوج من العيون المركبة وايضا من البسيطة قلنا تحمل اجزاء فم قلنا ان هي حلقاتها مندمجة ودي علشان ايه الحلقات لازم تكون ملتحمة او مندمجة لان دي في منطقة الرأس حاجة مهمة جدا وهي اجزاء الفم بتحتاج لعضلات قوية عشان تحرك اجزاء الفم وتقدر تقوم بالوظيفة بتاعتها بدأنا النهاردة وقلنا اجزاء بدأنا في اول حاجة في منطقة الرأس وهي قرون الاستشعار حد يقول لي يعني ايه قرن الاستشعار قلنا هو زوج من الزوائد التي توجد بين العيون المركبة وتختلف وظيفتها او يختلف شكلها تبعا للوظيفة اللي هي هتقديها ايه هي وزاق في كرون الاستشعار زي ما تكلمنا قلنا بيه كرون الاستشعار عندي اما باحساس بالحرارة زي الجراد يعني ممكن يجي يقول لي وظيفة قرن الاستشعار في الجراد نقط اقول له ايه الاحساس بالحرارة ممكن يجي يقول لي وظيفة كرون الاستشعار في النمل اقول له التفاهم طيب في البعود السامع في الزبابة الزبابة الشم في نحل العسل وده حشرة جميلة اوه احنا كلنا بنحبها بتشم بيه وتتزوق بيه ممكن التنفس وده زي الخنافس طيب تركيب كرون الاستشعار بصفة عامة قلنا اصل وعزق وشمروخ وقلنا ان الشمروخ هو او الصوت هو الذي يحدد نوع قرن الاستشعار لو جينا نبص هنا هنلاقي ده شكل لقرن الاستشعار الورقي الورايقات قلنا العقدي العقدي بيلاقي ان بيشبه العقل الشمروخ بتشبه العقد قلنا بعد كده قرن الاستشعار الخيطي وده زي ايه وقلنا الشعر طيب فيه سؤال مهم جدا هيقابلني بيقول لي هل يمكن التمييز بين اناس وذكور الحشرات عن طريق قرون الاستشعار الطالب الشاطر اللي انا هسمعه بيقاجب عليها دلوقتي ويقول لي يمكن ولا لا يمكن وانا وانا بشرح ركزت على حاجتين مهمين جدا قرن الاستشعار المشتي وقرن الاستشعار الريشي حد يفكرني قلت قرن الاستشعار المشتي زي ما احنا قلنا اذا كان مشتي مضاعف يبقى ده زكر زكر الدودة القرطة بس سؤال بيقول لي هل يمكن التمييز بين اناس وذكور الحشرات عن طريق قرن الاستشعار الاستشعار الطالب الشاطر هيقول لي نعم عندي حالتين مهمين جدا عندي الدودة القرطة اذا كان قرن الاستشعار مشتي يبقى ده انسة اما اذا لقيت قرن الاستشعار مشتي مضاعف يعني الزوائد طلع عليه من الجانبين يبقى ده زكر نركز مع بعض في النقطة دي تاني عشان بتيجي في الامتحان باستمرار وهي اه هل يمكن التمييز بين اناس وذكور الحشرات عن طريق قرن الاستشعار هقول له ايوة يمكن التمييز بينهم ازاي اذا كان قرن الاستشعار في الدودة القرطة مشتي يبقى دي انسة اما اذا كان مشتي مضاعف يبقى ده زكر طب في البعود الطالب الشاطر هيفكرني بالبعود هيقول لي اذا كان ريشي طويل يبقى ده زكر اذا كان في البعود قرن الاستشعار اسمه ريشي طويل يبقى ده زكر اما اذا كان ريشي قصير يبقى ده انسة يبقى نفتكر مع بعض النهاردة حاجات مهمة جدا اخدناها في حلقة النهاردة اتمنى ان احنا ان احنا نتذكر اه خدنا مع بعض النهاردة يعني ايه قرن استشعار تركيب قرن الاستشعار بصفة عامة خدنا ازاي نميز بين الحشرات عن طريق قرون الاستشعار اتمنى ان نكون فهمنا حاجة من درس النهاردة وان شاء الله المرة القادمة هناخد اجزاء فم الحشرات اتمنى من بناتي وابناء ان هم يكونوا استفادهم اتمنى انتذكر اتمنى اشوفكم على خير المرة القادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته